السلام عليكم و هلين فيكم في فيديو جديد في مؤتمر رح يكون الأبل الأسبوع القادم لكن كبداية عن شين هو المؤتمر نرجع قبل شهرين 3 شهور تذكرون الأخبار اللي انتشرت عن أوبن اي 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 او توقع على أشخاص يمكن تجربوها لشات جي بي تي أنا تكلمت كثير مع أشخاص حصلني قريبين مني للآن دارت نسولف مع عندي الشي يعني هم تجربوه ماذا كيف كده وصلنا لمرحلة الآن الشركات كلها قامت خاف من ذي الموضوع والبيانات اللي عنده وكيف يجيب لك حل لأي مسألة عندك لأي شي مثلا في الجامعة تقدر تقول لك اكتب لي أسين تقدر تقول لها يسوي لي أي شي يسوي لك إياه بالراحة ويجيب لك إياه في ذب أنا يعني في الدعم عندي لازم عندي مساءل وكل شي لازم أحلها وكل شي يعني ثلاثة وراق واربعة وراق بعد ما حلها أعطي المسألة نبسها طبعا تطول أحيانا بس أعطي المسألة أقوم تمشي ولا شي أرجع حلها كلها تنصدم كده طبعا ما تقدر تأخذ ذي الشي خلاص أنه يعني حتى بالدراسات بعض الأشياء أنك تجيس مع مدرس كيف جيبت كده كيف جيبت كده لازم تعرف كل مساءل فأنا بالنسب لي أفضل أنك لا تتكل عليه خلاص مية في المية خلاص هذا المجواب لا أنت تجرب وسوي كل شي علشان لديك في وقت أن يسألونك كيف جاءت هذا الشي أو جاء هذا الشي تسأله أو تجاوغ عند الشي الحلو فيه هو بنفس البرنامج برضو إذا عطيت المسألة وكل شي وانت مشيت معه خطوة بخطوة وانت ما فهمت كيف جاء هذا الشي تقدر تسأله كيف جبت هذا الرقم كيف يفصل لك زيادة هذه الرياضيات تقدر تسأله في الكينة تقدر تسأله تقدر برضو تقول أكتب لك مقال عن أي شيء تقدر تسأله عن شيء في التاريخ تقدر تسأله تقدر في الأكواد سوي لي برنامج كده كده يعني الأدوينو مش درسته ممكن ثلاثة كلاسات أو أربعة كلاسات كنا نجلس حيانا بالساعتين بثلاثة ساعة تسوي الكود لحق هذا القطعة اللي تشتغل مع هذه الكاميرا إذا جاء حساس كده في فيديوهات يسألونها يقول لعندي الأدوينو يحط لي كده لحق هذا القطعة وكل شيء ويسوي لك الكود تأخذه وتنسخه وتحطيه وخلاص صار كل شيء وصلنا لحق هذه المرحلة ف تقدر تسأله عن كل شيء أنت بس سألة مدرس خصوصي يصير لك يعلمك أكواد يقول لها سوي لي ذلك برنامج بدل الكود يسوي لك أنت تجرب اكتب في جوجل تشات جي بي تي طبعا في نسختين الآن سووها النسخة بفلوس نسخة مجانية النسخة المجانية راح يكون أبطأ بالنسبة لهم يفضلون حق النسخة بفلوس يعني الأفضل يكون السيرفرات لحق نسخة بفلوس يعني يجب أن يشتغلون أن يجب أن نشوف حل حق هذا الشيء أو أن يجب أن نزل نفس هذا الشيء جوجل لو تسوي هذا الشيء توقع أفضل شركة تسوي هذا الشيء بسبب أن أنك توصل لحق ذكاء إصطناعي يتعلم من الكلام حقك جوجل عندها بيانات كثيرة الخصوصية عندها صفر فإذا كانت خصوصية صفر القوة بهذا الشيء يكون ممتاز فتأخذ معلوماتك وتسوي لك أفضل فجوجل قال تشتغر هذا الشيء مايكروسوفت لا تقعبتنا بسا دمجتها دمجتها مع بسم البرامج حقهم اكسب لور ذاكي الفترة ايدج يحين تقريبا ونشونه تريد دمجة مع البرامج حقتهم وتقعد تستثمر فيها يعني عشان خلاص تبع هذا الشيء نفسه فالآن الشركات كلها تفكر أنك كيف وين تريد توح هذه التقنية وش اللي بيصير في المستقبل حنا الآن ما تحتاج تسأل تسأل جوجل عن أي جواب ويجيب لك الجواب لكل شيء وتقدر تحط المقال حقك وتكتب له ترجم هذا المقال بالعربية وحط المقال بالإنجليزي يترجم لك فيها يعني لها الدرجة وصلنا تقدر تكتب مقال بالإنجليزي إذا كلام الإنجليزي وحقتك مش كويس تقول له رتب لي الكلام ويكتب لك كل شيء في بالك يقدر يسوي الأشياء هذه طبعا باللغة العربية اتضح لي أن المعلومات اللي يعطيك إياها غلط أمس كنت مع واحد من الشباب وفاتح الشاشة حقتي يمسو إلى مشاركة وقعد نشوف الكلام لكتبت بالعربي الكلام نفس السؤال يعطيني الجواب غلط إلى الآن أتوقع أنه تقريبا محدث كان قبل شهرين قبل شهر تقريبا كان على عشرين وواحد وعشرين الآن تقريبا على جينيواري ثلاثين على السنة هذه داتا حقتي يعني لأن البرنامج نفسه والموقع نفسه يوصل لمرحلة أن هذه المعلومات اللي عندي ما عندي معلومات أكثر يعني كان على عشر وواحد وعشرين لو تسألها عن آيفون يقول لك أي آيفون هناك آيفون 11 ولا 12 لكلفة ريالي ما يعرف الجوارات الجديدة مثلا مثلا كده بيانات حقتها فحلو الحق مغلاط حلو الحق مشها كثيرة تقدر تسويها نرجع حق موضوعنا لبدايتها أبل عندها مؤتمر برضو أسبوع القادم لحق الموظفين وين المؤتمر رح يكون؟ رح يكون في مقر اللي هو ستيف جوبس تيتور المقر اللي كنا نشوف مؤتمرات أبل فيه أو المكان نفسه المسرح اللي نشوف فيه مؤتمرات أبل أبل بتسوي المؤتمر حق أسبوع القادم في هذا المكان أسف في هذا المكان فش اللي بتسوي أبل رح تتكلم عن نفس هذا الشيء أسف عن نفس هذا الشيء فش اللي رح يكون؟ ش اللي رح يصير؟ ليش أبل تبي تسوي مؤتمر هذا؟ والمؤتمر هذا رح يكون بس للموظفين ما رح تعلن يمكن تعلنه في المستقبل؟ ممكن لكن الآن الموظفين جاءتهم دعوة النسبوع القادم فيه مؤتمر رح يكون خاص بيننا كم موظفين أبل في نفس هذا المكان والأشخاص اللي يشتغلون برا أو يشتغلون أونلاين رح يكون فيه ستريمين لهم فرح يكون بث مباشر لهم وهم قدوا نشوفونا كما حنا نشوف المؤتمرات فهل أبل هم مستقبل رح تعلن عن الأشياء اللي تسويها؟ أو هل أبل رح تبث هذا المؤتمر للكل؟ ما ندري في المستقبل لأنه هناك أخبار أن أبل جرس تشتغل على محرك بحث خاص فيها عندك جوجل جالس مع أبل جرس تدفع حق أبل ملايين كل يوم علشان تخلي محرك البحث للحق سفاري لأنه في الأيو السيكس أو السيثن كنسلتها أبل وخلت بينج بعدها بكم شهرين جوجل قام بتدفع حق أبل الفلوس تقول لها أجار يعني أنه خلي محرك البحث جوجل وصلت ملايين وصلت كذا مليار تقريبا وسنوين تدفع لها فأبل بصلت المرحلة الآن أريد أن أقوم بعمل محرك البحث خاص فيني فهذا الوقت الآن قبل هذه الشهور كانت جوجل هي الأعلى ما يتقارن بالمحرك البحث بينغ ولا قيرة ولا بمحركات البحث ثانية لكن يما طلعت شاد تي بي تي فالآن المحركات البحث ذي يدرون أنه الآن نبدأ من الصفر من هو اللي يسبق ومن هو اللي يكون الأفضل الآن نبدأ فيها فكل الشركات حصروا الفرصة الآن وقبل أتوقع من قبل سنتين وهنا نتكلم نتسوي محرك بحث فالآن هذا هو وقت قبل أن نتسوي محرك بحث ونشوف أسبوع القادم راح يكون فيه مؤتمر للأبل لحق موظفينا ومش لحق لكل السلام عليكم